السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا لباس في هذا الفيديو إن شاء الله حبيت نعطيكم معلومة مهمة بالنسبة لتأمين عن سفر بالنسبة إلى تأشيرة فرنسا وكذلك إسبانيا يعني خوتي هذا الموضوع مهم بالنسبة لي أنايا باش تكون عندكم يعني المعلومة خوتي أي واحد راه مقبل إن شاء الله باش يدفع تأشيرة فرنسا والله إسبانيا لازم يعرف الوقت والله إشهال يدير المدة تأمين التاعه يعني هذي راهي مهمة بزاف خوتي كي الناس يحقروها ولكن بالنسبة لي أنا راهي مهمة خوتي باش ما تتخلي للم حتى عذر باش يرفض لك التأشيرة ان شاء الله باش تزيد أزاز من الحظوظ تاعك باش تديها خوتي يعني كما تأمين عن سفر عنده علاقة كما ريزارفاتشون تعلوتال الكونفيرمي عندها علاقة وكذلك بالنسبة للقوة الملفة تاعك الموجود يعني إن شاء الله خوتي راح نعطيكم بتفصيل عن تأمين عن سفر مدابية انتم ما راكم تشوفوني دعموني شجعوني ديرونا جام ديرونا متابعة ان شاء الله باش تتفادوا من المعلومات اللي راني قاعد نقدمهم الخوتي العزاز خلونا نبدأ ان شاء الله على بركة الله مهم خوتي كما قلنا التأمين عن السفر يعني خوتي أي واحد راح يدفع للإسبانيا والفرنسا لازم يدير حسابه ويتسوري مثلا انت يارك راح تدفع للعاصمة يعني راي تختلف الناس اللي راح يدفعوا للعاصمة وكذلك تختلف بالنسبة الناس اللي راح يدفعوا على وهران هذه بالنسبة الإسبانيا يا خوتي يعني أقل شيء بالنسبة الواحد راح يدفع على الجي لازم يدير التأمين تاعه مدة شهر فمتوني يعني لازم تسوري روحك شهر يعني أقل شيء يدير شهر أما بالنسبة الناس اللي راح يدفعوا بيالس وهران لازم خوتي يدير تأمين على الأقل ثلاثة أشهر يعني يترواموا خوتي هذه المعلومة اللي راح يقولكم فيها هران يجايبها من السيد أوفيسيال تاع البيالس يعني تقدروا تدخلوا البيالس وتشوفوا الوثاقة المطلوبة الناس اللي راح يدفعوا على وهران يديروا على الأقل ثلاثة أشهر والناس اللي راح يدفعوا على الجي يديروا على الأقل شهر فهمتوني يعني هكذا باش كما نقول احنا ما تكون ولا غلطة يعني باش كما نقول احنا ايمدو لك ان شاء الله كين الناس اللي رام يساوروا رواهم عشرة ايام و 15 يوم يديروا هذك الخطأ خوتي لازم شهر و ثلاثة اشهر بالنسبة لالجي وبالنسبة الوهران اما بالنسبة لتأشيرة فرنسا تأشيرة فرنسا اقل شي تساور روحك شهر سواء كنت راح تدفع لالجي ولا راح تدفع لها كما نقول احنا يا وهران ولا تدفع لها عنابة فهمتوني هذه هي خوتي هذه المعلومة اللي حبيت نوصلها لكم و كذلك حبيت نقولكم باللي اي واحد راح يحوس على كما نقول احنا الرون ديبو خوتي انا الرون ديبو راني فهمتكم و راني حكيتكم انا من حكمش لي رون ديبو و انا من بيعش لي رون ديبو انا خدمتاعي انني انوريلكم دي كم فيديوات فهمكم في الطريقة كيفش تحكم الرون ديبو انت لازم واحدك تحكمه فهمتوني انا نظر يعني باللغة العربية يعني كلام يراه واضح وضوح الشمس يعني اي واحد يحب رون ديبو يتكل على نفسه و يعتمد على روحه كذلك يعني و يشوف و انهال يفتحه يدخل يتكل على ربي و احكم رون ديبو التاعه واحد و فهمتوني يعني انا راني فهمتكم خوتي معنا تكرارا من خاطر بزاف الناس رامي يوجدوا رون ديبو يكتبو لي خاصني رون ديبو خاصني رون ديبو خوتي انا قلتلكم انحكمش لي رون ديبو فهمتوني ثم تبعوا الطريقات تتبعي و ان شاء الله بربي تعكي رون ديبو وانا سأقوم باستخدام الناس الذين يبيعون في رانديفو ومن ثم يأتي وحيرني واحد يقول لي أخي يخصني رانديفو وبيع لي رانديفو كيف يسمى أنا في اليوتيوب ونقول لا تروني ومن ثم يأتي ونقول لي بيع لي رانديفو فهمتوني يا إخوتي يجب أن تكونوا قليلاً عقلانيين وتكونوا قليلاً لوجيك كيف أن تكون الفيزا كمبليت سقام عليك نقول عن 16 امية ولا 17 امية بالمقابل ستشرير لي رانديفو بثلاث ملايين فهمتوني يا إخوتي هنا انه نقدر ورانديفو هذا عادي تقريباً مئتين وخمسة وعايفين الف لماذا لاحق بنتين وخمسين الف كيف شويرون ديفو مئتين وخمسين الف يريح يبيعون لك بزج ملايين وثلاثة يعني انت براك تخصير راحك انت هي كيف احد مريح ببالت الميكرو يبيعون لك بثلاثة ملايين لاسكو ترضى ها انت هي واحد ي أعطي معك هذا المبلغ كامل فهمتوني؟ هذا ليس معناتها كما نقولي احسد هذا سيسموه نصف وحتيال فهمتوني ذو كنتير رونديفو يسوى 250 الف يبيعوه لك مليون ونصف مليون ونصف مليون ونصف أنا بالنسبة ليه ما هوش منطقي وما هوش لوجيك وأنا راني يقول لكم ديما أنا كونتر هذا الشي وأنا ما نحكمش لي رونديفو كل واحد يتعلم مخوتي واحده كما علباك مخوتي تاني يرام يستغلوا في خوتنا العزاز يعني سوانساء والرجال يستغلوا فيهم يقولوا لهم صورونا لي كارتا تلكم منه ومنهيه وكذلك أبعث لي نيميرو التليفون اللي رك فاتح به هذه البطاقة وش يديره لخوتي يفتح لك بريدي موب ومن بعد ما يفتح لك هو بريدي موب وش يدير خوتي يقول لك فوالله ها وجيك نيميرو أبعثوا لي إيه فارسي دراهم ليه وليه فارسي من الوحدة أخير والله فهمتوني ويدي لك دراهم ينصف عليك بهذه الطريقة ما لخوتي يحذرين ما ديروش تيقافي أي واحد أنا ننصح ونعود هؤلاء الناس الذين ينشرون في الجروبات وهم كانوا يرانديوه وهم كامل كذبين فهمتوني لأن الرانديوهات خوتي يفتحوا نهار واحد يعني في الخمسة عشر يوم نهار في الخمسة عشر يوم وهم يتعيطونه يقول لك أنه مستخدم هو لم يكن مستخدم لأوله كان خطرة واحدة في الخمسة عشر يوم يحمون يفتحوا الرانديوه والناس يدخل تحكم فهمتوني يعني كل واحد يعتمد على النفسه ومدام تدخلها بالبطاقة الذهبية خوتي أرى محبوا يقولوا بلي هذا الرانديوه حاجة شخصية يعني يعني أمور شخصية يعني مدام تدخل البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية التاعك تمدها للناس أعرف روحك بليارك انت ليارك غالط والقانون لا يحمي المغافلين بالنسبة لي أن هذا أمر شخصي لا تمدل حتى واحد لا تشاركوا مع حتى واحد يعني أنا كراني نحضركم هك يعني الناس ما يحسنوش لعون يعني يقولك شو بيهدر يعدرهاك ما أنا راني نقول في الحقيقة ونقول في اللوجيك فهمتوني تخيلوا معي أخوتي شوارنا غير نهض روبرك تخيلوا معي واحد ما يروح لهذه الناس اللي يرام يحكموا في الموعد واحد ما يروح له تدخلوا اليوتيوب تشوفوا الطريقات تتعلموا حدكم وإن شاء الله تسيوا تحكموا حدكم أسكوا هذو الناس اللي يرام يبيعوا أسكوا يحكموا ما يحكموش ما يدخلش ما يدخلش لأنه ما عندوش لمن يحكم فهمتوني ويقول لي رانديبو عادي وناس قاعدوا يحكموا أحدها فهمتوني ما لا حذاري خوتي حذاري 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 اللهم أني بلغت هني نقولكم خوتي هني حاول أن نسيه لعله وعسى كاني ناسي هدية مربي ما يخسرش درهمهم وما يروحوش يتعاملوا مع هذو الناس بها إن شاء الله تكون عندكم لاشرونسليكم والغيركم باش يحملوا يرانديبو مهم خوتي بارك الله فيكم إن شاء الله يكون هادرتي وصلت وميساج جاي وصل وتهلاولي في روحتيكم ما تنسوش تبرتاجوا خوتي مع الناس باش ما يقعوش في الفختي على النصب بارك الله فيكم السلام